في ظل الحديث عن وجود مفاوضات تدور في الخفاء بين شخصيات سياسية بشأن استئناف إنتاج النفط وتقاسم عائداته خرج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ليؤكد أن القوة القاهرة لا يمكن رفعها إلا بعد خروج المرتزقة الأجانب والمجموعات المسلحة من جميع الحقول والموانئ النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك يعد دربا من ذروب الخيال وفق تعبيره صنع الله وفي بيان الله استنكر محاولات البعض إجراء مباحثات سرية بخلاف الثوابت المعلن عنها معلنا رفضه تسييس قطع النفط واستخدامه كورقة مساومة في مفاوضات وصفها بالعقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني قائلا إن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكن معها رفع القوة القاهرة مشددا في الوقت ذاته على عدم استماح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطع النفط الوطني وفي سياق حديثه عن المفاوضات التي تجري بعيدا عن المؤسسة والتي لم يسمي أطرافها أشر صنع الله إلى أن المفاوضات التي تجريها المؤسسة تكون بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي ومبنية على مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم تتضمن التشغيل الآمن للحقول والموانئ النفطية وحماية المستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير وخروج المجموعات المسلحة من القطع النفطية وفي خضم هذه التطورات علقت السفارة الأمريكية لدى ليبيا قائلة أنه في الوقت الذي تسعى فيها عناصر مختلفة لخدمة مصالحها الضيقة يجب أن يكون الحوار الليبي الليبي شفافا وشاملا يتولى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام واردهم الوطنية دعية القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة لاستعادة السيادة بلادهم إذن مفاوضات غير معلنة بين أطراف غير معروفة بشأن قطع النفط ونزع السلاح من مدينة سيرت وحوارات بين مجلسين نواب والدولة حول المناصب السيادية ورغبة رئيس المجلس الرئاسي في تقديم استقالته وأشرات جديدة تدخل على خط الأزمة الليبية فهل تصهم هذه المعطيات وتصورات الحل في خلط الأوراق وإطالة عمر الأزمة أم أن القرار بأيدي اللاعبين الدوليين في الساحة الليبية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة